كمان النهاردة عايز اتكلم على نادينا النادي الاهلي الحقيقة البعثة يعني سفرت بسلامة الله الساعة 4 النهاردة عصرا الى تونس طبعا حضراتكو عارفينه كلنا متابعين محب النادي الاهلي متابعين بعثتنا ومتابعين اخبار فرقتنا اخبار لعبتنا الحقيقة كلنا عندنا امل وكلنا عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في اللعيبة اللي قدام حضراتكو والجهاز الفني وعندنا ثقة كبيرة جدا ان اول خطوة على المشوار الافريكيلي ان شاء الله تحقيق الـ 11 النجمة الـ 11 في تاريخ النادي الاهلي هتبدأ ان شاء الله باذن الله يوم الحد عندنا مباراة قوية جدا جدا مع فريق لا يستهان به بصراحة يعني فريق تحادي منستيري التونسي فريق منظم جدا فريق محترم جدا تاني الدوري التونسي حتى من خلال مباراة مع الفرق الكبيرة زي التراجي بيعمل معها مباراة على مستوى عالي جدا عمل مباراة ودية من مترجة عادل واحد واحد فعايز اقول لحضراتكم النهاردة يعني تواجهت البعثة بعثة النادي الاهلي لتونس الساعة اربعة وان شاء الله هم بإذن الله خلال يعني دقايق معدودة هيصلوا الى الاراضي التونسي الحقيقة التفاؤل واضح على الجميع يعني دايما سمت التفاؤل موجودة كلر اللي قدام حضراتكم عامل شغل اكتر من رائع على المستوى البدني على المستوى النفسي للعيبة وكمان على المستوى الفني مستوى الفني يمكن استعد لهذه المباراة بشكل منظم جدا يعني من مباريات ودية على مستوى فرق الدوري المصري كمان على مستوى اليوم الكامل والمعسكر الكامل للفريق علشان يبقى فيه جاهزية كاملة سواء زي ما بقول لحضراتكم على المستوى البدني وده مهم جدا وخلينا نتكلم هو بداية موسم للنادي الأهلي بداية موسم إن شاء الله يكون موسم موفق ويعود النادي الأهلي لمنصات التتويج والفوز فيبقى دايما البدايات بتبقى صعبة وخاصة البدايات على مستوى المشوار الأفريقي أو المباراة في الموسم بتبقى مباراة لسه موقفناش لحد كبير على المستوى البدني على المستوى الفني حتى على مستوى الصفقات اللي أبرامها النادي الأهلي في الفترات اللي فاتت لكن كلنا متفقلين يعني حتى على مستوى التنظيم على مستوى التحضير وده مهم جدا جدا التحضير للموسم الجديد تم بشكل أكتر من رؤى طبعا السيد العامري فاروق رئيس البعثة يترقص البعثة في تونس وزي ما بقول لها حضراتكم الكل متفائل الكل مستعد وده مهم جدا والاستعداد أنا في رأيي الاستعداد النفس كان مهم جدا ليه الاستعداد النفس مهم جدا لأن النادي الأهلي مش متعود على بعض الإخفاقات في الفترة اللي فاتت وبالتالي مش هقولنه هيشتغل تحت ضغوط ولكن هي الضغوط الإيجابية الضغوط للعودة تاني لمستوى النادي الأهلي تحت إدارة فنية جديدة السبورت من مجلس الإدارة بالكامل متمثب في السيد العامري فاروق متواجد مع النادي الأهلي اللعيبة على جميع المستويات زي ما بقول لحضراتكم فيه تحضير جيد جدا على المستوى الزهني على المستوى البدني يعني كان كلر كان موفق جدا أنه يقف على المستوى البدني أولا لأن حضراتكم فيه لعيبة رجعة من أجازات فيه لعيبة رجعة من استراحة قصيرة وفيه كمان بعض اللعبين كان عندهم إجهاد وعندهم إصابات الحمد لله كل ده اختفى من صفوف النادي الأهلي لكل مستعد عودة اللعيبة بشكل أكتر من رائع استعدادات على المستوى زي ما بقول لحضراتكم الفني والبدني والاجتماعات اللي حضراتكم شايفينها الأعداد ديت اللي أنا يمكن وانا بلعب في النادي الأهلي أو منتخب مصر الأعداد اللي تبقى في المطار الأعداد بتبقى فيها شوية كلام عن المباراة والاستعدادات لكن أول طبعا ما النادي الأهلي بيوصل لأرض تونس أكيد طبعا كل الأمور التنظيمية هتكون على أعلى مستوى طبيعي جدا جدا أنه هيكون فيه استقبال وأنا متوقع يكون فيه استقبال حافل لبعثة النادي الأهلي في تونس على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الرياضي كمان عايز أقول لحضراتكم من ناحية المباراة خلينا نتكلم زي ما بقول لحضراتكم مباراة مهمة مباراة من السهلة يعني بكل أمانة مباراة من السهلة يمكن الجاهزية البدنية أكتر شوية أو لياقة المباراة يمكن تحاد المستيري يمكن متفوق عليها للنادي الأهلي شوية حضراتكم عارفين أن الدوري اللي تونسي تلعب ويمكن يتوقف لفترات معينة لكن دايما البدايات بتكون صعبة والبدايات بتكون صعبة لكن هذا الرجل هتكلم عليه تاني هتكلم على كولر عنده من الثقافة وعنده من الخبرات اللي يمكن مر بيها من خلال مشواره الاحترافي كمدير فني إنه عارف كويس قوي وإن شاء الله يوصل للتشكيلة المناسبة للنادي الأهلي في هذه المباراة ومش بس التشكيلة المناسبة لكن كمان الأدوات اللي هتكون معاها في هذه المباراة يعني توقيت التغييرات السيناريو المباراة حضراتكم عارفين المباراة مهمة خارج الأرض بيبقى فيه سيناريو للمدير الفني بيضعوا لي إن شاء الله الفوس بهذه المباراة بقولي المباراةungkin سهلة مباراة صعبة ولكن النادي الأهلي قادر النادي الأهلي في حالةه البدنية العالية في حالة الزهنية لللاعبين كلهم وما بيكون في مستوىهم أعتقد حتسهل كتير جدا جدا الأمور كلنا منتظرين كلنا في ظهر فرقتنا إن شاء الله بإذن الله يعني قايمة الفريق كمان المتوجهة إلى تونس زي ما بقول لحضراتكم يمكن ما فيش غيابات كثيرة جدا جدا لأنها قايمة مكتملة بشكل كبير جدا سواء على المستوى الدفاع ووسطة الملعب إذا كان دفاعي أو هجومي على مستوى الهجوم بشكل كبير جدا فكل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة زي ما بقول لحضراتكم مشوار الكل بيستنى إحنا مستنينه كعشاء للنادي الأهلي المشوار الأفريقي عندنا يعني تاريخ كبير جدا جدا على مستوى القرى الأفريقية يعني النادي الأهلي بطل أفريقيا لسنوات طويلة عشر بطولات وإن شاء الله بإذن الله البطولة 11 بطولة مهمة وزي ما بقول لحضراتكم استعداد لموسم جديد يعني بعد خلاص أسابيع أولادية كمان يبدأ قطار الدوري المصري يعود من جديد وبالتالي هي مباراة على مستوى مستوى طبعا الأفريقي مباراة مهمة جدا والحقيقة يعني بنتكلم على مباراة الجزء الفني والجزء التكتيكي فيه ممكن جدا مش هيكون باين ونزلي ونزلي ي�두لي وانتو المعيشة وإمثبت ومشتكي فيه